في عزة ما أنا قاعد فاضي ومش لايه أي حاجة أعملها جات لحتة فكرة إنما إيه؟ عجب وهي إن أتعلم لغة جديدة هي الفكرة مش جديدة أوي بس يعني شغالة برضو بدأت بقى أشوف كرصات وكتب وأي شوية حبشتكنات كده استعانت بالله يوم في الثاني في الثالث نسيت إن بتعلم لغة ونسيت إن جات للفكرة دي أصلا على طول جي في بالي السؤال اللي حرقني وقال لي هو أنت يعني لو كنت في المدرسة وعندك واجب وهم ورق وشغل من ده كان هيوصل بيك الحال إنك تنسى اللي أنت فيه ده دلوقتي؟ من هنا بقى عرفت إن فيه فرق شاسع بين تعليم المدرسة والتعليم بتاع إنك تبقى قاعد فاضي ويجي لك فكرة من دماغك وتقرر تتعلم مع نفسك وقتها كمان عرفت إن الموضوع ده اسمه التعلم الزاتي بص بقى يا زميلي المقدمة اللي فاتت دي وكل الهاري ده علشان أوصل لك حاجة واحدة بس المختصر المفيد قرر يعمل سلسلة جديدة عن التعلم الزاتي وفويده وأساليبه وإزاي تحقق منه أقصى إفادة ممكنة وسلطاته بقى وبغنونه وكل الشغل ده مش بس كده المختصر المفيد بيضحي النهاردة وكمان بتحلك الفرصة إنك بعد ما تتفرج على المقدمة دي إنك تقدر تكتب لنا كومنت عن تجربتك مع التعلم الزاتي وأهم النقط اللي تقدر تفيد بها غيرك وإحنا هنعملها فيديو وننزلها باسمك واستنونا لأسبوع الجاي في أول فيديو من فيديوهات التعلم الزاتي ترجمة نانسي قنقر